توفي نحو 500 طفل بسبب الجوع بينهم 24 في دار للأيتام تديرها الحكومة في العاصمة الخرطوم وذلك منذ اندلاع الاشتباكات قبل أربعة أشهر حسب ما ذكرت مجموعات إغاثية هيئة إنقاذ الطفولة قالت إن ما لا يقل عن 31 ألف طفل هم بحاجة ماسة للعلاج من سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها منذ اضطرت المؤسسات الخيرية لإغلاق 57 مركزا تابعا لها في السودان للحديث حول هذا الموضوع والملف الإنساني في السودان بشكل عام أرحب بناشط الحقوق والقانون الرئيس السابق لرابطة القانونيين والمحامين السودانيين في بريطانيا أستاذ أبو بكر آدم أهلا بك أستاذ أبو بكر تحية لك أستاذ يمان إلى أي مدى يتأثر الأطفال تحديدا في الطفولة في السودان جراء الحرب المستمرة التحية لك أستاذ جمال والتحية للمشاهدين حقيقة الحرب ومآسي الحرب أدت إلى مآسي حقيقية في كل قطاعات المجتمع السوداني سواء كان الكبار أم الصغار أم الجنود أو المدنيين ولكن الأزمة الإنسانية وسط الأطفال هي بشكل أكبر لأسباب موضوعية معروفة أن الأطفال هم أكثر ضعفان وأن التأثير على الغذاء وعدم وجود الحصانة وعدم وجود العلاجات الأساسية للأطفال الفئة الأكثر هشاشة من كل الأطراف أن تحليها كيف تأثرت الطفولة في السودان جراء هذه الحرب المستمرة؟ من ناحية تم قفل معظم الملاجئ كما نعلم أنه الأماكن المخصصة للأطفال في الخرطوم وتم ترحيل جزء منهم إلى مدينة مدني تبعدها حوالي ساعتين أو ثلاثة ساعات من الخرطوم أيضا شاهدنا في الحرب الأخيرة في نيالة وفي الجنين عدد كبير جدا من الأطفال عندما تمكن القادرون أو الناس الكبار في السن أن يتحركوا من الجنين إلى أدريع من ثم إلى تشات ولكن اللي تأثروا بشكل أساسي هم الأطفال بحكم ضحفهم فهي مأساة إنسانية لامسة الأطفال بشكل سيء جدا وحاليا نعلم بالإضافة للأطفال أيضا المرضى للأسفة الشديدة سمعت بالأمس تم إغلاق مركز غسل الكلا في مدينة مروابة وتم إغلاقه تماما وهذا ما يعرض حياة أكثر من 144 شخص للخطر لأنه لا يمكنهم قسل الكلا لعدم توفر التحاليل وغيرها من الأشياء الآن بالنسبة للأطفال إذا عدنا للملف الأطفال التقارير تحدثت يعني أحد منها تقرير هيئة إنقاذ التفولة عن 500 طفل فقط بسبب الجوع إلى أي مدى هناك تحديث لمثل هذه الأرقام عن عدد الأطفال الذين قضوا في السودان سواء جراء الجوع أو جراء الاشتباكات أنا في تقديري هذه الأرقام هي محافظة لحد كبير 31 ألف معرضين و 500 مات بسبب الجوع لأنه ليست هناك إحصائيات أو مسح إحصائي في الوقت الراهن هذه تقديرات محافظة لحد بعيد أنا في تقديري أنه عدد الضحايا أكبر من ذلك بكثير لأن هناك أماكن كثيرة داخل السودان لا يمكن حصر الموت هناك قرى هناك في البوادي آثار الحرب هناك ضحايا بالجوع بشكل مباشر ولكن هناك حالات الجوع والسوء التغذية يؤدي إلى الوفاء البطيء فالمأساة لا يمكن أن تتكشف كل جوانبها إلا بعد انتهاء الحرب أعتقد أن الأرقام تكون كبيرة جدا ما مسؤولية أحد الطرفين سواء الجيش السوداني أو الدعم السريع عن المآسي الإنسانية تحديدا في الخرطوم لأن هناك اتهامات لقوات الدعم السريع بأنها تحصنت في منازل المدنيين بأنها حصرت بعض الأحياء بأنها قامت باحتلال المشافي إلى أي مدى ساهمت هذه الظروف الظروف الخاصة في تواجد الدعم السريع بين المدنيين في الخرطوم بزيادة المآسي الإنسانية أنا في تقديري أن هذه الحرب الطرفين الأساسيين والأطراف الثانوية وأنا عاني بالأطراف الثانوية هي فلول الإسلامويين المشاركين في الحرب بصورة مباشرة وغير مباشرة كل هذه الأطراف مساهمة في المأساة الإنسانية وجود الدعم السريع وسط المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية هي جانب بسيط من المعاناة الإنسانية الموجودة هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني نلاحظ في حالة الأسرة شاهدنا عدد كبير جدا من الأسرة في حالة جوع حتى نشاهد أسرة من الطرفين الحقيقة فنلاحظ حتى هياكلهم ظاهرة لكن إلى أي مدى يتحمل الدعم السريع المسؤولية على اعتبار بأنها ميليشيات قامت بمحاولة الانقلاب على الدولة وهي تقود معصيات مدنية حسب التصريح الرسمي للدولة السودانية هي قراءتي مختلفة فليست مسألة الدعم السريع هي معركة بدأت حول السلطة بين الجرالين والدعم السريع والجيش السوداني وأيضا تدخل الفلول وانفجر هذه المعركة هما فلول الإسلاموين داخل السودان هل هناك جماعة عسكرية؟ كتائب الظلأة ما اسمها؟ كتائب البراء براء ابن مالك هل هناك تقارير تثبت ذلك؟ نعم هناك كثير من التغارير هناك كثير من التساؤلات من أطلق الطلقة الأولى كل هذه هذا لا يمنع أن نقول بشكل واضح أن الدعم السريع مسؤول مسؤولية مباشرة عن كثير من جرائم الحرب جرائم جد الإنسانية وهذا شيء مختلف ما نفجر هذه الحرب هو صراع وحرب عامة لكن نحن الآن نتحدث عن من يتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من المآسي الإنسانية الموجودة في الخرطوم تحديدا يعني المعظم الكوارث الإنسانية حصلت في العاصمة أليس كذلك؟ هل وجود هذه القوات لماذا لا تخرج الدعم السريع وتقاتل الجيش خارج المدينة مثلا؟ وأيضا نقطة أخرى المآسي ليست في العاصمة فقط مدينة نيالة ثاني أكبر المدن البارحة وقبل البارح هناك مآسي إنسانية تمت تفجير مناطق كبيرة جدا بواسطة الدعم السريع وأيضا الطيران العسكري وماتوا عدد كبير جدا من الناس وهاجروا أكثر من خمسين ألف من المدينة هناك مآسي تمت بالجنينة ارتكبت المآسي بشكل أساسي ربما البدينات الأولى توضع بأن الدعم السريع مشارك في المآسي التي تمت في مدينة الجنينة هناك مآسي تمت في مناطق الخرطمحة تحت سيطرة القوات المسلحة ومناطق تحت سيطرة الدعم السريع أنا ما أقوله هو كل الأطراف التي شاركت في هذه المعركة ساهمت في المآسي الإنسانية هم مسؤولين عن موت الضحايا من المدنيين من الأطفال من كبار السن من المرضى هي مسؤولية كاملة لأنهم اخترقوا قانون لم يحترموا قانون الاشتباك لم يراعوا يستخدموا الأسلحة الثقيلة في مناطق مختلفة هذه مآسي إنسانية تسببنا فيها نحن كالسودانيين بشكل أساسي عبر قواتنا المسلحة والدعم السريع ما هي مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إنهاء هذه المأساة الإنسانية وتحميل الأطراف التي تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب تحميلهم المسؤولية نعم المجتمع الدولي لم يتحرض بالشكل المطلوب لحماية المدنيين نحن نعلم أن هناك عدد من المساعدات والأدوية جاءت من مناطق مختلفة الاتحاد الأوروبي من بعض الدول العربية وغيرها هناك مساعدات للاجئين الموجودين في تشات وفي ليبي أقصد في سيوبيا حتى داخل السودان ولكن المساعدات قليلة جدا ولم تقوم المؤسسات أو المجتمع الدولي بدورهم بالشكل المطلوب على المستويات المختلفة هل هناك مسؤولية عربية في هذا الجانب؟ لأن هناك دول عربية تتهم بأنها تغذي أحد أطرافي الصراع بالسلاح وتنقل له السلاح عبر الطائرات لماذا لا تنقل المساعدات والغذاء للسودانيين بدل الدمار والرصاص؟ بكل تأكيد بل هناك أيضا مؤشرات بأن بعض الدول العربية تستخدم المساعدات الإنسانية لتوصيل الأسلحة الحرب حرب نفوذ هناك تداخلات كثيرة الخيوط لم تتضح بعض لكن هناك مؤشرات كافية توضح أن تورط على الأقل دولتين من الدول العربية في هذه الحرب بشكل أو آخر بدعم الجهات المختلفة بتوفير المساعدات الاستخباراتية وغيرها ولكن من الناحية الإنسانية نلاحظ بشكل أساس هناك غياب لم يقوم تقديم المساعدات بالشكل الموجود لم نلاحظ أي معسكة هناك أفواج طبية هل هناك مبررات لوجستية لذلك؟ يعني لو المتحدة تتذرع بالقتال تتذرع بربما عدم إمكانية تسيير رحلات جوية لكن هناك أماكن في السودان مثل بورت سودان مثلا ربما لمدينة مفتوحة يستطيعون إرسال المساعدات لها وبعد ذلك نقلها لبقية المدن السودانية نعم لأن هناك أكثر ما يقارب الأربع مليون سوداني في مناطق مختلفة هناك مناطق كثيرة أهمة يمكن للمجتمع الدولي تقديم المساعدات عبرها نتحدث عن الجارب الجنوبي النيل الأزرق يمكن تقديم مساعدات يمكن تقديم مساعدات عبر بورت سودان هناك سوء في إدارة بعض المساعدات التي وصلت إلى بورت سودان ولم تصل كلها للمناطق المحتاجين هناك حوجة عاجلة آنية للأدوية بشكل خاص بعض المنظمات السودانية ساهمت في هذه المسألة أطباء السودان من أجل حق الإنسان قدمت مساعدات تجمع أطباء السودانيين في أمريكا سابة قدمت مساعدات هناك منظمات دولية قدمت مساعدات ولكنها محدودة إذا ما قررنا بطبيعة المأساة والمعاناة خاصة كما ذكرت في بلاي الحديث عن عدد الأطفال هذا العدد الضخم أن نتحدث عن أكثر من 500 طفل يموتون بالجوع فقط هل هناك ما يكفي من الأدلة كمحامي يعني كقانوني لتوجيه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لأحد طرفي الصراع الآن في السودان نحن على يقين هناك جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية حتى بأدلة أولية على ارتكاب إبادة جماعية في منطقة الجنينة هناك معلومات هناك عدد من المنظمات الإنسانية تعمل على تجميع هذه الأدلة حتى تكون أدلة مقبولة في المحاكم دوائر كثيرة تعمل في هذه المسائل تجميع طبيعة البينات الموجودة الانتهاكات الأطراف التي قامت بهذه الانتهاكات كغانونين لا يمكن أن نقول في هذا المستوى أن هذه الجهة ارتكبت ولكن نستطيع أن نقول بثقة كبيرة هناك أدلة تشير أن الدعم السريع ارتكبت عدد كبير جدا من الجرائم الحرب والقوات المسلحة وجهات أخرى والضحايا الموجودين هم نتاج طبيعي لهذه الحرب العباسية والممارسات وعدم الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شكرا جزيلا لك رئيس سابق لرابط القانونيين السودانيين في بريطانيا أسر أبو بكر آدم شكرا شكرا شكرا